أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تكثيف العمل من أجل تيسير سبل تواصل المواطن مع الحكومة ومضاعفة الجهود المبزولة في تلقي أسباب شكاوى واستغاثات المواطنين ورصدها ومعالجتها وخلال متابعته حصد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يونيو الماضي أشار مدبولي إلى أهمية تحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوطيد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين ويأتي ذلك فيما استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية 108 ألاف شكوى واستغاثة خلال شهر يونيو الماضي مع توجيه 86 ألف شكوى لجهة الاقتصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونيا وحظ 17 ألف شكوى